معرفتنا البسيطة أن الأمراض الوبائية تمكث ما شاء الله لها أن تمكث ثم تغادر تاركة وراءها ألما وحصرة ومآسي بعدما تنهش نصيبها من جسد الحياة في ظل هذا الظرف الصعب من الطبيعي أن تتكاتف جهود العالم دولا ومؤسسات وأفراد لمواجهة هذا التهديد الذي لا يفرق بين دولة عظمى وأخرى صغرى وفي الوقت الذي كنا ننتظر وقوف الأشقاء في هذه المحنة نجد البعض منا إرهابي بقرار المحاكم بتهمة دعم الفقراء والمحاصرين والمحتلة أرضهم والذين لا حول لهم ولا قوة إذا ما اجتاحهم الوباء لا قدر الله خدعونا وقالوا كورونا قاتل فتاك ونسوا أن يحذرون أن هناك بشر أكثر فتكا من الفيروسات القاتلة وإذا كان كورونا يلقي بوحشيته على الحاكم والمحكوم فإن وباء الأنظمة المتجبرة يستثني الاحتلال ويصيبنا في مقتل لنا نريد منكم أكثر من تركنا لنواجه غاصب أرضنا وقبلة نبيكم ولا تتبادل أدوار حصارنا أنتم والاحتلال وكورونا صباح فلسطين صباح القدس إذا تصوت القدس صوت حر لشعب حر